اشتركوا في القناة ولما فكرة هنا تعمل كمان عام كامل لذوي الهمم ولما يبقى ليهم كمان حقوق في الدستور بتوضع بشكل ملزم لجميع الهيئات والحكومات وكمان المؤسسات وجميع أفراد الشعب أعتقد ده تقدم أو ده ازدهار في هذا الملف على كل حال خلينا نتكلم وكمان ونقول على فكرة تسلم هنا سيادة الرئيس الجائزة من المنورنا باشماندس أستاذ أيمان عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي واللي منورنا عشان نعرف بقى ملفات كتيرة ونسأله في أمور عديدة في هذا الملف في البداية منشور يا باشمهندس أهلا بحضرتك وخلينا نبدأ من فكرة الجائزة لأن ناس كتيرة أو معظم الناس مش فهمة إيه الجائزة اللي تم منحها سيادة الرئيس وإيه فكرة تاني الاهتمام بهذا الملف من قبله من 2014 حتى هذه اللحظة والطفرة اللي حصلت كمان طبعا إحنا كأولمبياد خاص دولي أنشئ 68 في 2018 بنحتفل بمرور 50 عام على إنشاء الأولمبياد الخاص وبهذه المناسبة عدنا كمجلس إدارة أولمبياد خاص دولي إن إحنا بندرس إزاي هنكرم الداعمين لهذا المجال سواء كان رؤساء ملوك رجال أعمال وتفر يعني السورة في سابوت يعني حسب اللي هو الدعم حيكون شكله إيه فأما جينا تكلمنا على رؤساء وملوك وبنتكلم على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي عملنا زي تقييم للي تم في خلال الأعوام السابقة تقريبا بنتكلم على 8 سنين كمثال مصري يعني سيادة الرئيس 2014 استلم الرئيسة الجمهورية في يونيا أول حدث رياضي يحضره كان في ديسمبر 2014 طيب كل الناس صبعا بتتخيل إن الحدث رياضي ده حيكون حاجة عالمية أو حيكون حاجة إقليمية بس للغير المعاقين إنما هي المفاجأة أنها كانت للأولمبياد الخاص كانت الألعاب الإقليمية التامنة للأولمبياد الخاص وحضرها وحضرها زي احتراعيته وطبعا حريك عارفة 2014 كانت ظروف الأمنية في مصر مش حلوة قوي وكانت من هنا الانطلاقة بقى انطلاقة في إيه؟ إننا نحن نتكلم بقى على مراكز التعمل للأولاد يعني نتكلم على قانون جديد للأعاقب نتكلم على استثمار جديد في مجال المعاقين فجينا في 2018 بعد دراسة الموقع يعني يمكن سنتين ثلاثة قانون الأعاق صدر وده كان أول قانون يصدر في عهد الرئيس السيسي ويتخطى كل الأخطاء أو المشاكل اللي كانت موجودة قبل كده دراس جيدا جدا في مجلس النواب وأنا بحييهم من هنا يعني على دورهم في هذا القانون وزارة التضامن طبعا كانت على رأس هذا الموضوع برضو أياميها كانت الدكتورة غادة والي والمهاضة الدكتورة نفينة طباج يعني بيكملوا المسيرة طبعا جينا بقى في 2018 برضو الرئيس عمل عام الإعاقة وبالتالي كانت مصر كلها مجندة لصالح المعاقين أو لصالح ذوي القدرات الخاصة أو أصحاب الهمم حسب يعني هو أي مسمى الصحيح فيه المسمى القانوني العالمي الإعاقة يعني ذوي الإعاقة الأشخاص من ذوي الإعاقة إنما الناس بقى طبعا بتشوف إنه هم بتوصفهم بالطريقة اللي تريحهم بس أصحاب القدرات الخاصة بتالي أفضل والله قدرات خاصة ذوي الهمم يعني كل دولة بتحاول تكتهد أو الناس بزوحة بيحاولوا يكتهد أصر الإعاقة ليست فقط في الجزة في ناس سليمة جسدين لكن عندها إعاقة أنا دايما بقول لو هم أشخاص من ذوي الإعاقة فإحنا أشخاص من غير ذوي الإعاقة مش أسوياء لأن اختلفنا على أسوياء دي يعني مين السوي هو مين فينا سوي بالزبط كده فأنا بفضل غيري إلى أشخاص من ذوي الإعاقة أو أشخاص من غير المعقيد فجينا 2018 زي ما بقول حريق قانون للإعاقة عام الإعاقة طيب جينا بعد كده يعني بعدت لرئيس بصفتي الدولية دي أن أنا عايزة أعمل أول ألعاب أفريقية في الشرق الأوسط أو في تاريخ الأولمبياد الخاص لأنه كان رئيس في هذا الوقت لمدة عام رئيس منظمة الوحدة الأفريقية استجابة فورية وتأسيلات بقى من وزارة الخارجية تأسيلات من وزارة الشباب والرياضة تضامن يعني البلد كلها الوزارة الداخلية القوات المسلحة البلد كلها تكتفت وعملنا ألعاب إقريمية أو بيسموها بقى في الحالة دي قرية اللي هي لكل أفريقيا وشارك من عندي أنا دول شمال أفريقيا ومن عندي رئيس منطقة أفريقيا باقي دول أفريقيا 34 دولة وكانت 50% ودي أهم حاجة في الألعاب دين هي أول مرة في تاريخ الأولمبياد الخاص برضو تبقى 50% الناس 50% سكور حلو حلو ده جدا فدي برضو رسالة كانت حلوة جدا للعالم كله على حقوق الإنسان في مصر لأن دول الأشخاص من دول الأعاقة وفي نفس الوقت الحتة الثانية الاهتمام بالمرأة ودور المرأة فالرسالة كالجمد أو بصراحة لأنه أنا كمان عملنا تحليل للميديا فجئنا بأن احنا عندنا 54 مليون متابع تابع هذه الألعاب ده متابع متابع للألعاب يعني يتفرج عليها أو علق عليها وده رقم محترم جدا رقم كبير جدا يعني 4-50 مليون في رقم يعني فطبعا النجاح اللي حصل ده مع القوانين اللي تمت مع الاهتمام الغير عادي اللي حصل طبعا أنا مش عقول على كل الامتيازات اللي حصلت يعني هتبقى أقوى مني في الشرح وزيرت التضامن الاجتماعي إنما أنا بأتكلم بكمية حاجات تتعاملت جلطة بعيدة في خلال ثمان سنين جينا بقى في المفاجأة الكبيرة بقى كانت فيه صندوق عطاء إيه صندوق عطاء ده حركة عارفة أني مثلا جامعة يو سي أل اي اللي هي يونيفورسيتي آف لوس أنجلس طيب يو سي أل اي بتقول إيه بتعب بعملها إزاي بعمل صندوق أو بعمل فاند بيسموه فاند برة بس استثماري مش خيري فقط لا خيري استثماري أقدر من خلاله أستثمر فلوسي اللي بحصل عليها من المساهمين وبالتالي أقدر أبني للجامعة دي فهو نفس القصة رئيس عمل أول صندوق استثماري خيري في تاريخ مصر طب عملوا المين؟ عملوا الأشخاص من الدول العقل فطبعا الصندوق ده حيعمل طفرة في مصر رهيبة وبرئاسة على فكرة الدكتورة نفينة قباش ونائب الرئيس الأستاذ محمد عشمية ونائب رئيس بنك ناصر برضه في نفس الوقت حاجة يعني بنتكلم على حاجة استراتيجية للمستقبل طيب أنا بقى لما جدنا نحكم على الملفات المقدمة مين اللي هيخدت الجايزة؟ طيب الرئيس النهاردة هل هو عمل حاجة لعصره هو عشان نقول هو ده العصر الزهبي للأشخاص من دول العاقة؟ لا أنا شايفه عامل حاجة استراتيجية للمستقبل يعني هو مش بس عمل في عصره لا هو عامل صندوق خيري حيكمل مدى الحياة عامل القانون الأعاقة اللي حيكمل مدى الحياة عامل للشعب المصري وللرأساء المنطقة لإهتمامه بذوي الأعاقة فبقت النهاردة الرجل ما بناش حاجة مؤقتة لعصره لا هو بنى حاجة مستقبلية لمستقبل مصر والهو العلم اللي هم نتكلم عليه عالمياً دلوقتي علم الاستدامة اللي هو الساستنبل دي نقطة في غاية الأهمية والنقطة التانية اللي أنا تكلمت عنها في بداية الحديث يعني أو بداية الفقرة فكرة تانية تغيير الثقافة للندال بيفضل برضو وده جزء من الاستدامة بالمناسبة لأنا أغير تقافة الشعب في فكرة تقبل الآخر وتقبل الاختلاف أنهما ليس أقل حظاً وليس أقل مني بالعكس أنا بكمل وهما بيكملوا هذا المنطقة وده بيظهر في المناسبات بقى اللي بيحضرها والتفاعل بتاعهم مع الأولاد واللي نتج عنها حياة كتير مثلاً في التعليم الغاء أو تطبيق قصة التنمر بزبط الفكرة كلها حريكة هو حط استراتيجي وده اللي أنا عجبني يعني يمكن في مجالات كتير الرئيس بيجتهد أو الدولة بتجتهد حياة كتير حتظهر بعدين يعني خلينا بغض طب خلينا نتكلم عن اللقاء مع سيادة الرئيس والجائزة اللي قدمت هاله والحديث اللي دار خلينا نعرف أنا بقى قلت النهاردة إحنا لما اختارنا الرئيس هو اللي هياخد الجائزة قلت لازم نيجي يسلمها رئيساء الإقرامين بتوع العالم كلهم اللي هم سبع رئيساء اللي أنا واحد منهم كالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجي رئيس أوروبا وجي رئيس أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوية وهكذا لما رأينا للرئيس إحنا مفروض عارفوا حركة البروتوكول بيقابلونا بره وبعين بيقلونا بيقلونا يعني التوقيب بتاعك هو حوالي 15 دقيقة يعني فإتس فاين يعني 15 دقيقة إحنا نتكلم مع الرئيس الشوية وحن نديله الجايزة ونمشي المفاجأة حريكا إحنا عادنا قد إيه ساعة ولا إيه ساعة ونص يعني يعني ده بيدي يعني مؤشر اهتمام الرئيس بالقضية إيه إحنا بالنسبة لنا عايزين نقعد عشر ساعات إنما هو بالنسبة لنا ناخد بدل ربع ساعة ياخد ساعة ونص وعارف إن عنده معيد أخرى يبقى معنا كده القضية هتهمه جدا صحيح عادنا ويمكن ناس كتير ما تعرفش إن في أحد اللاعبين الأولمبياد الخاص بيشتغل في رئيس الجمهورية والله أنا معرفوش المعلومات اه دي معلومة بحرارات بتقول لكم تعرفوه اللاعبة دينا جلال بعد جاب دينا وعادنا مع الرئيساء الإخريميين وابتدأ يناقش كل رئيس إخريمي في المنطقة بتاعته إيه التشالنجز يعني إيه البروز والقونز ما هو إيجابي وثلبي أو إيجابي وثلبي فقعدنا درسنا كل الحاجة تلاقي أنا طبعا بحاجات هتطبق في مصر في رئيسون مش حادر أعلم عنها لأ دينا حاجة منها يعني حاجة القناة الأحلي بس هي الحكومة اللي تحكي يعني تحكي عليها إنما أحد الحاجات نفسنا تطبيق المدارس الموحدة في مدارس مصر كلها اللي هي مدارس موحدة يعني مدرسة بتبقى عادية بيتم فيه نشاط رياضي ما بين المعاقين وطلبة المدرسة العادية دول بصفة دورية طول العام مثلا الفريق يروح يلعب معهم كورة مثلا في وقت الألعاب الرياضية بتاعتهم بنقرب الأولاد من دوي الأعاقة مع الأولاد من غير المعاقين فبتبقى عملية دمج في المجتمع بطريقة غير عادية طبعا فيه ألعاب مستقبلية مصر حتستضيفها برضو دي مش هنال نعلم عنها غير لما مصر تتقدم وترسع عليها إنما فيه اتجاه لذلك فيه اهتمام غير عادي بإنه إحنا إزاي نطور البنية الأساسية وهي ابتدت فعلا يعني وزارة الإسكاني بتدت تحط كود المعاقين في كل مبنى بيطلع يعني مباني العاصمة الإدارية مثلا مفيش مبنى إلا مطبق في قدر العاصمة طب هل بالنسبة للشوارع وبالنسبة للمواصلات والأماكن العامة الأماكن العامة بعضها لكن الشوارع وكده ومش بتكلم عن المدن الجديدة فقط لا ما أنا بقوله حريك كل الأماكن الجديدة دي أمرها محلو الأماكن القديمة بقى بيتم إيه وزارة النقل اللي بتتعاون حتى مع صندوق عطاء حاليا بيشتغلوا مثلا على بتاعة المحطات المترو لأن حركة محطة المترو أنت ما فيش وسيلة أن تنزلي من فوق لتح بسهولة فإحنا دلوقتي كصندوق عطاء أنا بقى ليه بتكلم عن صندوق عطاء لأننا عضو مجلس الدرافين بنشتغل حاليا مع الوزير النقل اللي معاي الوزير يعني بتنسيق والشاركة مع بعض الجهات الحكومية والصندوق هو اللي بتكفل بتكلفة تطبيق ده أنا صندوق صندوق عطاء ده الصندوق حركة شغال فيه اللي هو من الدولة أقل صندوق استثماري خيري خيري كلها بدعمي كلها خيري كلها بتخشي مساهمة في الصندوق بس فلوسك دي بتعتبر زي بتمول طب وهل الوزارة برضو بتدعم بجزء ولا ما بتشاركش مدياً في مصر بتتأخر عن هذا الموضوع على الفترة أنا في منصب دولي يعني فأنا أنا عقب بتفرج من بره يعني أنا مش في المبخ المصري يعني إنما بتفرج ما فيش وزارة متأخرة يعني أو متتأخر على موضوع الأعقب كويس إن ده مهم جداً الملف ده في الموصلات العامة تحديداً يعني بالتحديد حضور الرئيس للألعاب الإقليمية في 2014 ديسمبر كانت مؤشر لكل الدولة اهتموا بالقضيات ما هو بصراحة لازم يجي قرار من فوق شوفوا بحضة ملفات الرئيس لما بيتم بتعمم لا مش عايزة أقولها قرار من فوق عايزة أقولها هو حط النموذج طبعاً بس الدعم لما بيجي من فوق الدنيا كل لها بتتزبط يعني وده شيء محترم أنا هو وبتصرف كده وروني أنت هتعملوا ايه والناس عملت فعلاً مشيت وراه الثقافة أقول له حضرتك اتغيرت الكلام ده أنا مش بجامل فيه ولا معروف عني أني بجامل يعني مانش من الإعلاميين دي فعلاً الثقافة في مصر اتغيرت مؤخراً بعد الدعم اللي كان جاي من سيادة الرئيس تحديداً بداية وبعد كده تم تعميمه وده الحق يقال فيه ففكرة التنمر في المدارس والحرك بتقولوا ده كان موجود كنا بنسمع عنه كتير قوي في السوشيال ميديا قل بشكل كبير جداً بقبل الآخر دلوقتي حتى الأفلام السينما الدراما بقيت فيها برضو الثقافة إننا لا بتقبلوا بعرض ده للمجتمع أولاد اللي كانوا بيطلعوا على السوشيال ميديا ويبهدلوهم بيبقوا معاقين فكرياً أنا أيامي وأنا في المدرسة كنا بنشوف تنمر بلزارة الداخلية بتقبل عليهم في نفس اليوم أحسن بصراحة يعني النهاردة الدنيا اختلفت ما فيش كلام لازم يكون فيه رادع على كل المستويات اللي بيخالف القانون لازم يكون فيه رادع وعقوبة وقتية هو ده اللي بيخلي بعد كده الناس متقررش حاجة زي كده أو تعمل حاجة زي كده فوضل ثلاث دايبش مهندس أنا أو أقل كمان هستغل ده في إن احنا نعرف ما هو قادم في هذا الملف من حضرتك والله إحنا زي بقول حضرتك إحنا الشرق الأوسط الشمال الأفريقين نعتبر إقليم دلوقتي متقدم جدا في هذا المكان وأنا لي الشرف إن أنا رئيس ومن سنة 2001 يعني دلوقتي بتكلم على 22 سنة قريبا يمكن دي خامس مدة ليه يجدد ليه كرئيس إقليم هي بتبقى المدة خمس سنوات فكل خمس سنوات بيبقى معها خطة خمسية طبعا الخطة الخمسية بتاعت أي كيان دلوقتي في العالم بازت تقريبا هي خطة بتاعت 2021 عشان الكورونا عشان الكورونا فإحنا دلوقتي بيحصل اللي حصل ده بنحاول بقدر الإمكان بقى نشوف أثر إزاي إيجابيات وإيه بدل ما إحنا دلوقتي كان هدفنا النمو بقى هدفنا لا بقى هدفنا المحافظة على اللي موجود يعني العملية يعني بدل ما بنتكلم على بدل ما بنتقدم لأ بنحاول نحافظ على اللي حصل فالفترة دي أنا بتاعتلي هتاخد مننا وقت شوية إن هي عملية الـ تدارك القمر من اللي حصل وحنخش بقى 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 أجراسي لأن احنا عندنا الألعاب العالمية يونيا الجاي في برلين ودي طبعا هشارك فيها مصر وكل الدول العربية موجودة دي هتكون بداية بقى رجوع 2027 برضو رايحين أستراليا 20... 24 احنا منكلم على 23 25 رايحين إيطاليا العبشة طوية يعني خلاص نرجع الـ coming back المهم بقى دور مصر في المرحلة الجاي مصر هيبقى دور كبير قوي وبرضو كما قلت الحركة مش هعلم أنا عنه لأنه لازم الدولة هي لتالك احنا هنتابع طبعا وكل التوفيق باشمهندس بجدم مجهود رائع والمجهود بيبين يعني اللي بنقول رائع لأنه باين على الأرض ربنا وفاقكم في اللي جاي بإذن الله نوارتنا وأرجو أن يكون الناس تابعت هذا البرنامج يعني هنا بنعمل إيه أو إيه اللي بيتم يا طبعا هنروح فاصل شكرا يا باشمهندس هنروح فاصل عشان نرجع مع حضراتكم الآخر فقرة معانا وهي فقرة السوشيال ميديا خليكم معانا شكرا